بسم الله الرحمن الرحيم طلابي ألا عزاء عشاق علم الانالياتيكال كيمستري أنا هبدأ أتكلم معاكم النهاردة عن الانالياتيكال كيمستري 1 الكيميا التحليلية رقم واحدة أول كورس كيميا تحليلية هتبدأوا تدرسوه وهندرس فيه حاجة اسمها الأسد بيز تايتراشن طيب يعني إيه الأول كيميا تحليلية؟ الكيميا التحليلية جماعة هي الكيميا اللي بتهتم بالكواليتيتف أناليسس أو الكوانتيتيتف أناليسس نفهم بقى مع بعض كواليتيتف أناليسس يعني تحديد نوعي يعني برضو تحديد نوعي يعني أنا جايب لك في الفلسكا ده جايب لك محلول وبقول لك قل لي إيه نوع المحلول ده فتقول لي يا دكتور ده ده محلول NACL مثلا أو ده محلول ديكستروز اللي هو الجلوكوز يبقى أنت كده حددت النوع ده اسمه تحديد نوعي أو كواليتيتف إنما لو قلت لك قل لي التركيز بتاع الـ NACL هنا أو تركيز الديكستروز هنا إيه فتم جاي إيه اللي ده اسمه تحديد كمي اسمه Quantitative A Analysis فالكمية التحليلية هي Quantitative Analysis إذن إحنا فهمنا إني بقى كلمة Quantitative أنا عايز أعرف التحديد الكمي الكمية بتاعته الفرماسيوتيكا الأناليتيكا الكيميستري هي طريقة بحدد أو بستخدم فيها الجنرال فيوريس النظريات العامة بتاع الأناليتيكا الكيميستري فإن أنا أعمل أناليسيس لـ Chemicals and Medicaments إن أنا أعمل تحليل للمواد الكيميوية والأدوية بيستخدم عشان أعرف هل فعلا قلت لكم إحنا لي بديه لكم بقى دلوقتي عشان أما تيجي تاخد في سنة تالتة إن شاء الله ميديسنال وهم جاي ميديك حباية أسبرين كده وقولك شوف لي الأسبرين ده موجود فيه خمسة من عشرة جرام من الأسيطايل سليسيليك أسد ولا لأ تم جاي واخد الأسبرين ومضوبه في مية أو مضوبه في محلول سولفنت معين وبعد يبدأ تعمل التايترشل لي عشان تعرف الكمية بتاع ده كانت كوانتيتيتيتيتيته طب ليه برضو؟ عشان أعرف كمل إمبوريتس أو الشوائب اللي موجودة في الحباية دي التزيوز تتو ديترماين الإمبوريتس، الشوائب اللي ممكن تبقى موجودة من المانيفاكتشور أسناء تصنيع الأسيطايل سليسيليك أسد ناسب برضو يا جماعة في منها جزء تطبيقي اللي هو ان انا اعمل تحليل الماء عشان اعرف الكفاءة بتاعتها و le quality بتاعتها. ان انا اعمل تحليل اللبن عشان اعرف المكونات بتاعتوه ايه? يعني لو جيتوا تبصوا كده على علبة اللبن هتلاقوا انه موجود عليها label الابل ده بيقولك انها فيها دهون بالنسبة كذا. فيها كاربوهادرين بالنسبة كذا فيها بروتين بالنسبة كذا فالعمل ده هو الاَنال gorgeous اقلوا تح stato cóm with thewn. تحليل اللبن, and its product في الحكوم Core 2 vemos الطبق وهذا يقول مثل Obligate Analysis التطبيق Quantitative Analysis República Quantitative Analysis con Public Analysis con識ي نفهم لماذا dereg amended بحيث أن أستخدم الطرق الكيميائية فالكيميكال ميسود هي نوعه أيضا. هناك شيء يسمى فليومتريك اناليسيس فليومتريك اناليسيس هو تحليل عن طريق تحديد الحدم يعني أيضا يا دكتور أقول لكم مثلا لو انا عندي ودأ اللي هنبدأ نركز عليه لو انا عندي فلاسكا والفلاسكا دي فيها فليوم معين من حاجة انا مش عارف التركيز بتاعها وبدأت احط عليها تايتراند تايتراند حاجة بتتفاعل معها الاثنين دولها يتفاعلوا مع بعض السائل اللي انا بحطه من البايرت او من السحاحة عمال ينزل يتفاعل مع العينة بتاعتي لغاية ما كل العينة بتاعتي اللي هنا دي تكون خلصت اكون انا حاطت حاجة اسمها انديكيتور انديكيتور دي مادة بيتغير اللون بتاعها اول نقطة من تايتراند تنزل على الانديكيتور لونه يتغير يبقى انا كده حسبت الاند بوينت فبحسب ايه؟ بقول اه يبقى شوية الحجم اللي فوق دول كنت واخر مثلا 20 ميلي من العينة اللي فوق دي هي اللي اتفعلت مع العينة بتاعتي من خلال العشرين ميلي اللي فوق دول اقدر اعرف تركيز العينة بتاعتي اه هذا دا اسمو فليومتريك تنزل والفليومتريك تنزل دا في منو شوفتوا ان حددت فوليوم حددت فوليوم بتاع تايتراند ففليومتريك تنزل بيعتمد على الفوليوم بتاع الماتيريل اللي هي تايتراند بتاعي على سبيل المثال الأسد بيز تايتريشن أتركوا في الأسد بيز تايتريشن اللي احنا هندرسه مع بعض أنا هبقى حاطت أنه هو يئمة أسد وفي البيوريت بيز يئمة العكس تحت هنا بيز وفي البيوريت أسد وانتو عارفين أن الحمض والقاعدة بيدفع له مع بعض ويطلعوا لي ملح وماء فكمية المثلة المثلة لو نحاطت تحت هنا أسد وفوق بيز يبقى من خلال حجم البيز اللي فوق هقدر أعرف تركيز الأسد اللي ايه اللي تحت فبقوله الvolumetric analysis ده بيعتمد على الvolume of material المثال الأسد بيز تايتريشن في البرسبيتيمتريك تايتريشن هنا يا جماعة بنعمل يعني ببدأ أحط ايه ببدأ أحط التايترينت بتاعي وبينزل بقى مش بيتفاعل بس لا ده بيتفاعل وبيعمل راصب بيعمل ايه راصب فده بنسميه البرسبيتيمتريك تايتريشن في الكمبليكسومتريك تايتريشن نفس الفكرة برضو في الريدوكسي ري اكشن وهناخد أمثلة ليهم دلوقتي وهتفهموا الفروق ما بينهم وده بيحدد لي بقى البرسنت فوليوم بير فوليوم او الويت بير فوليوم بتاع الايه المادة البرسنت فوليوم بير فوليوم او الويت بير فوليوم دي مهمة جدا انتبقوا عارفين هو بيحدد لي ايه وبرضو ما ندخل جوه يا جماعة هنفهم اكتر اما الجرافيمترك اناليس فده اللي انا بأوزن فيه اهو بتاع الفاينال ايه product والي بيبقى ليه chemical structure معين ده كده كانت دي كده يسمحها durch mythical ay مثود اللي هه البوليومترك اناليس والجرافيمترك اناليس هنا انا بحدد فيوليوم هنا بحدد وزن اما الفيزيك والكيميكال مثود اللي هه الطرق الفيزيائية الكيميائية فدي بقى يا جماعة اللي بستخدم فيها انسترومنتل بعض الكتب تلاقوها بتكتبها اهي انسترومنتل اناليس لان انا بستخدم فيها اه جهاز والله الجهاز ده بقى ممكن يكون كروماتوغرافي ممكن يكون اه سبكترو فوتومتري ممكن يكون اه اه بوتينشيومتري حاجات كتيرة جدا بنوض ايه نستخدمها فده بيعتمد على الصفات الفيزيائية الكيميائية بتاعة المادة اللي انا عايز ايسها وبقيس اهو اديكم مثال مثلا يعني لو انا عندي مادة ملونة بدخلها جهاز اسمه الكالروميتر من خلال شدة اللون مش ديه الصفة الفيزيائية اقدر اعرف التركيز لان كل مكان اللون شديد كل مكان التركيز عادي فده كده بنقيسه بجهاز اسمه الكالروميتر فبقول هو ده بيعتمد على الفيزيكو كيميكال بروبيرتس او الصفات الفيزيائية الكيميائية بتاع المادة عشان ايس الفيزيكال بروبيرتس بتاعتها بجهاز اسمه او عشان كده سمناها انسترومنتل ايه اناليسيس المسال على كده الاسبكترو فوتومتريك مسود على فكرة انت هتدرسوا الكلام ده كله لسه والالكترو كيميكال مسود والكروماتوغرافيك ايه مسود الابلايد اناليسيس اللي قلت لكم التطبيق بقى التطبيق ان انا عمال بعمل بقى تحليل للماء عمل تحليل للبن عمل تحليل للأكل عمل تحليل للدهون اعمل تحليل للزيوت وهكذا اهو الووتر اناليسيس والفرماسيوتيكال ان انا بحلل المواد الصيدلونية زي المسال اللي لكم تطبيقه في الاول خالص ان انا بديك حبايا وقالك شوف لي هي موجود فيها كمية صح ولا لا اللي بيجي في الاخر بقى خالص النتائج اللي طلعات دي كلها بياخدها حد بتاع او بتاع احصاء حيوي او بتاع احصاء عمتا ويوم جاء مطلع لي data interpretation يعني مترجم لي الايه مترجم لي النتائج في الايه هنبدأ بقى ندخل على منهجنا اللي هو اسمه الفوليومتريك او التايتريمتريك ايه اناليسيس وعرفنا انيه كلمة تايتريشان تايتريشان يعني التايتريشان يعني التايتريشان ما اش عارف معناها بالعربي بصراحة معناها ان انا بقيس الcapacity of substance انها تتفاعل او مادة هتتفاعل مع مادة ايه تانية واحدة منهم standard يعني واحدة انا عارف تركيزها وعارف حجمها وبالتالي من خلال تركيزها وحجمها هقدر اعرف التركيز بتاع المادة التانية فالتايتريشان هو معناها المعايرة معناها measurement of the capacity of substance قدرة المادة انها تتفاعل مع non-standard reagent اللي هو التايترينت بتاعي in quantitative manner يعني بكمية quantitative بطريقة كمية بتعتمد على controlled addition شفوها تانيين احط ال addition بتاعي ال reagent اللي هو التايترينت بتاعي of well-known concentration انا عارف تركيزه ايبقى ده ال standard بتاعي on a certain sample على عينة معينة عشان اعرف تركيزها ايه بقى موضوع standard solution standard solution هو المعروف تركيزه is the solution of known concentration معروف تركيزه اللي هي المادة ال standard وبقى حاطت انه هو السامبل بتاعتي وبقى حاطت حاجة اسمها indicator وبتانيني اعمل titration من ال pirate من السحاحة لغاية انما لون ال indicator ده يتغير هانا نشوفها تاني اوه يعني بصوا هنا لون ال indicator يتغير خالص اهو فدي بقى بنساميها ال end point تاني بصوا انا خدت العينة بتاعتي بالبيبتة حطيت اهو العينة بتاعتي اللي هي of unknown concentration حطيت ال indicator اللي هيتغير اللون بتاعه حطيت في ال pirate standard solution اعدت انزل انزل من ال pirate تنزل هنا تتفعل مع العينة تتفعل مع العينة تتفعل مع العينة تتفعل مع العينة لغاية ما كل العينة تخلص النقطة الاواء عند اول ما العينة خلصت دي يا جماعة دي بنساميها اكويفلانس بوينت بنساميها الاكويفلانس ايه point وبعدين اول نقطة من ال reagent اللي هو التايترانت هتنزل بعد كده هتتفعل مع ال indicator فتؤدي الى تغير اللون فسميها ال end point فهنا بقى لازم نبقى عارفين تعريفين اتنين يعني كلمة اكويفلانس بوينت ويعني ايه end point واللي انا بحسبها هي ال end point مش الاكويفلانس ايه point الاكويفلانس بوينت هي النقطة انا قعدت انزل من هنا مين انزل من هنا التايترانت عمال ينزل على العينة بتاعتي تفعل معها تفعل معها تفعل معها تفعل معها تفعل معها كل العينة بتاعتي خلصت اول نقطة هتنزل بقى بعد كده اول ما حصل الكلام دي كان اسميها اكويفلانس بوينت اول نقطة هتنزل بعد كده بقى على العينة هي خلاص ما معادش في عينة هتتفعل بقى مع ال indicator اللون بتاعه يتغير فدي بنساميها ال end point فبنقول ال volumetric titration ال sample is titrated against standard titrant تمام احنا عايزين نعرف ال amount of titrant which عايزين نعرف بقى الحجم من titrant او كمية titrant اللي هو اتفاعل او اكويفلانس بيساوي الكمية بتاعتي من العينة ال point خلي بالكم بقى من الكلام ده ال point او ال volum titrant اللي احنا حطناه بنقول عليه اكويفلانس point وانا فاهمتكم قد ايه بقى الاكويفلانس ايه point واحنا بنحط حاجة اسمها indicator عشان نحدد بقى النقطة دي اللي هي الاكويفلانس ايه point بس في الحقيقة اول ما لون الاكويفلانس بيتغير دي بنساميها ال end point احنا كده فهمنا يعني ايه كلمة اكويفلانس point ويعني ايه كلمة اند بوينت الاكويفلانس point وانا عمال حط التايترنت بتاع عمل ينزل يتفاعل مع السامبل بتاعتي لغاية ما التايترنت خلص على السامبل كلها اول هل حصل تغير في اللون لا اهو ده كده اسمه الاكويفلانس point ولكن اول نقطة من التايترنت هتنزل بعد كده على الانديكيتور فلونها لونه هيتغير فدي بقى اللي انا بحددها ليه اسمها ال end ايه ال end point اهو نظريا ال end point شو التوكير اميدياتلي على طول بعد الاكويفلانس ايه point يعني ال end point is practical value قيمة ايه ايه معملية ولكن الاكويفلانس point is theoretical value قيمة نظرية طبعا لسه ايه لكم كلام ده والحطة دي احنا جبناها قبل كده صح وغلط هل ال end point is practical value صح والاكويفلانس point هي theoretical value طب ايه الفرق ما بينهم يعني الفرق الصغير او ما بينهم ده بنسميه تايترنت error بنسميه تايترنت error لان دي حاجة انا مش هقدر احسبها طيب ايه انواع ال volumetric titration دي مهمة او يا جمع ال direct titration لو كنت اعمل اشرحه لكو ده ان انا هجيب السامبل بتاعتي وحطه في الفلاسكا وحط فوق هنا التايترنت وتانيني انزل من التايترنت لغاية ما ينزل يتفاعل مع السامبل بتاعتي كلها واول ما السامبل بتاعتي كلها تخلص اول نقطة من التايترنت هتنزل هكون انا حطت هنا indicator فلونه يتغير ده اسمه direct titration امال وبستخدم فيه standard solution واحد بس اللي هو التايترنت بتاعي ولكن ساعات انا ببقى ببقى مش عارف الكلام ده وده بيحصل امتى لما يكون التفاعل بطيب هقوم انا جاي واخد الاول عينة السامبل بتاعتي وقوم جاي حاطتها مع excess من standard solution يعني حاطت standard solution جزء منه هيتفاعل مع العينة وحاطت منه excess يعني حاطت منه كمية كبيرة طيب عندي مثلا العينة A وحاطت انا excess من standard solution B ال B ده جزء منه تفاعل مع A ولكن لسه فيه جزء ما تفاعلش هقول عليه B' هبدأ انا بعمل titration عشان اعرف كمية B' دي ولما اعرفها اطرحها من B هيطلع لي كمية A وهو ده كده اسمه back titration طيب تاني يبقى انا جبت عينة A حاطت عليها العينة B ال B دي كانت N excess يعني بكمية كبيرة يعني مثلا مثلا جبت NA OH وحاطت عليها كمية excess من HCl انتو عارفين ان فيه جزء من ال HCl تفاعل مع ال NA OH وداني NA CL و H2O بس لسه فيه زيادة من ال HCl ده ما تفاعلش اعمل انا بقى titration ال HCl ده هو بمين بسطاندرد solution زي ال NA OH يبقى هنا بستخدم اتنين standard solution اللي انا حطه in excess واللي انا بستخدمه فيه titration فال direct titration معناها direct addition of titration على العينة لغاية ما تظهر ال end point او اللون يتغير بتاع ال indicator انما back titration اسمه non excess من ال standard اللي هو الفرسة ايه standard بحطه على العينة واسبهم يتفعلوا مع بعض وبعدين الزيادة من ال unreacted اللي ما تفاعلش بقى ال standard الاولين اللي هو ما تفاعلش اعمله back titration ارجع اعمله معايرة بواسطة another second standard اللي هو اسمه second standard solution يبقى هنا انا بستخدم واحد هنا انا بستخدم اتنين ايه بقى برضو الجملة الحتة دي مهمة ايه الصفات اللي لازم تبقى موجودة في التفاعل بتاعي عشان اقدر اعمله volumetric titration اول حاجة ان التفاعل لازم يكون سريع طب لو مش سريع هعمل ايه هعمل الباك titration ويكون انستنتانيوس يعني لحظي ما يكونش نعكاسي يعني ماشي proceed to completion يعني الا زائد البي هيديني السي يبقى ماشي كده في اتجاه واحد بس ما بيرجعش لازم اقدر اعبر عنه ببالانسة chemical equation معادلة متزنة وهنشوف دلوقتي ما يبقاش في side reaction يعني ايه يعني مش يبقى عندي العينة اي زائد بي بيديني سي وبعدين ابص لقيه دينة اي ما ينفعش لا لازم يكون ماشي في اتجاه واحد وما يكونش طالع منه اي side reaction لازم يبقى عندي طريقة accurate عشان يحدد ال end point يبقى نقول تاني الصفات اللي لازم تبقى موجودة في التفاعل عشان قدر اعمل volumetric انه يكون رابد و instantaneous يكون مش reversible يكون بقدر اعبر عنه ببالانسة chemical equation ما يكونش لي اي side reaction ويبقى عندي طريقة accurate احدد بيها ال end point ادينا امثلة بقى مش انا كنا قلنا اول حاجة اللي هو neutralization reaction او المعادلة انتو عارفين طبعا ان الحيوم تبيت وده هو ال acid based titration ادي HCL مع ال NAOH تخيلوا ان انا حاطت مثلا عينة HCL في المحلول وانا في الفلاسكا وانا مش عارف تركزها هستخدم التيترنت في الوقت ده NAOH ال NAOH هينزل يتفاعل مع ال HCL ينزل يتفاعل مع ال HCL ويدينا NACL مع مياه ويكون حاطت indicator معين بقى في الاخر اول ما ينزل ال NAOH ويتفاعل مع ال indicator ده اللون يتغير ال perspitation reaction لو انتم لاحظين انا مثلا عندي عينة موجود فيها chloride اعيز اعرف عيون ال chloride ده فبحط فوق هنا تيترنت موجود فيه ال AGNO3 اللي هو ال silver A nitrate هينزل يتفاعل مع ال CL ويديني راصب 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 وحاطت indicator تاني بحيث ان ال AG اول ما الكلورايد يقلص يتفاعل معه ويديني لون اهو ده اسمه perspitation reaction ال AG ده هو اللي هو التيترنت او ال standard solution بتاعي ويدا الكلورايد اللي انا بدور عليه هيقعد يديني AGCLA راصب ويد برسبتات لغاية ما كل ال CL اللي عندي تخلص اول نقطة من ال AG تنزل تتفاعل مع ال indicator واللون يتغير ال end point ال AG as titrant اهو شفتوا ال titrant اتعتنا انه هو ال AG بيتفاعل مع ال indicator عشان يديني ال end point خلاص ماشي والكلور هو السامبل او الكولورايد هو السامبل اللي انا بدور عليها وال AG هو ال standard او silver nitrate شفتوا قلتلكوا انه بيبقى في صورة AGNO3 ودي عمالية بنسميها Argentometric بنسميها Argentometric titration يبقى اي titration بستخدم فيه ال AGNO3 بنسميه ايه؟ Argentometric برضو ال complexation reaction ايه بقى ال complexation reaction انا بدور على ال cyanate زي ما احنا شايفين فال titrant بتاعي هو السيلفر عمال ينزل يتفاعل مع ال cyanate ويديني ال AGCN وبعدين احط تاني AG فتتفاعل بقى اول ما ده يخلص خالص وبقى كله تحول لدهو مش هحط هنا indicator بلا انه هو نفسه بقى indicator فاول ما احط ال AG ها يقوم جاي متفاعل مع دي مع ده هي بقى ويديني AGCN2 وده بيبقى تتحول الى 2 AGCN اللي بتبدي white precipitate اهو ال white precipitate ده بقى يعمل turbidity ويبقى هيا دي ال end A ال end point طب انا اللي يهمني السمبل بتاعتي فين اهي طيب طيب والتيترنت بتاعي مين هو ال AG تمام طيب والend point ايه هو تكون التربidity من ال AGCN add the end point التربidity اهو عند ال end point التربidity هتبان وير فرس تدرب اول نقطة زيادة من ال AG اللي هو التايترنت بتاعي هيتفاعل مع ال AGCN2 اللي هي كانت الكونات ده هي ويوم جاي ميديني ال 2 AGCN اللي بتعمل white precipitate وهنا بقى مين السمبل بتاعتي زي مقلنا CN مهمة او يا جماعة في التفاعل نعرف انا فين السمبل وفين التايترنت ال redox reaction هو التفاعل اللي بيحصل او نوع من انواع التايترشن اللي بيحصل فيه اكسادة واختزال زي مين مثلا العينة بتاعتي حديد انا عايز ادور على الحديد والتيترنت بتاعي بيبقى عبارة عن ال KMNO4 او البوتاسيوم بيرمانجينيت فهمبصوا اللي ان ال oxydation number بيتغير يعني ايه دكتور ال oxydation number بيتغير يعني تعالوا كده نشوف ال MNO4 كان الرقم اللي موجود عليه او رقم المنجنيز كان كام بصوا انتو كده رقم المنجنيز هنا هو اربعة اكسوجين الاكسوجين واحد بسالب اثنين يبقى اربعة بسالب اثنين بسالب تمانية وايه اشيل عليه شو حنا سالب هوا يعني اشيل واحد يبقى سبعة يبقى سالب سبعة طب المنجنيز بموجب سبعة وعشان كده هو عليه شو احنا سالبة واحدة بس فهنا شوفوا بقول او بيبقى بموجب ايه سبعة المنجنيز هنا او المنجانس هنا بيبقى ايه بموجب سبعة شوفوا اما عدت بقى فعله مع اف اي وفعله مع هايدروجين ايه اللي حصل المنجانس راح جاي متحول الى MN plus 2 شوفتو كان هنا بلاس سبعة بقى بلاس تو يبقى فقد ولا اكتسب الكترونات اكتسب خمس الكترونات واحنا قلنا فقد الالكترونات اكسادة اكتساب الالكت اكتزال فحصل هنا اكسادة اكتزال فين يا دكتور اهو ده كان موجب سبعة بقى موجب اتنين يعني اكتسب خمس الكترونات فهو حصل له اختزال بصوا الايرن كان اف اي موجب اتنين بقى اف اي موجب ثلاثة فقد الكترون شوفوا فقد الكترون واحد من خمس جزيئات خدهم مين خدهم المنجانس خد خمس الايه الالكترونات المهم ان ده لسه ليه قصة طويلة هتدرسوها بعد كده وده بسميه الايه دانجانس ان شاء الله هتدرسوه في انالاتيكال 2 وده بقى بسميه ريدوكس تايتريشن بنسميه ريدوكس تايتريشن حيث ان حصل فيه اكسادة او ايه واختزال وفهمنا يعني ايه كلمة اكسادة فقد الكترونات واختزال اكتساب الكترونات وطبعا بقى يا جماعة بنقول لها الاند بوينت هي انا عمال دلوقتي حاطت في الفلاسكا بتاعتي برضو لازم تفاهميني التجربة انا حاطت في الفلاسكا بتاعتي الايرن اللي هو في صورة فرس ده اسمه فرس طيب احبت حط عليه مين احبت حط عليه كام ان او فور الو والبوتاسيوم بيرمانجينية تابقت ببقى بتاعي حالي يينزل على الفيراس. يفعله ايه يدفاعله يدفاعله يدفاعله. يحول وفيرك يحول الفيرك يحول الفيرك يحولوف أضع نقطة colorless أضع نقطة colorless أضع نقطة colorless وبعدين في نقطة بقى هتنزل هتديني لون pink أو purple ليه لان ما لقيتش حديد تتفاعل معه فهي هتبقى دي ال end a ال end point اهو حيث ان السام ال fe هي السامل بتاعتي اتركه في اي تفاعل مهم او ان انا بقى عالف فين التايترنت التايترنت بتاعي هو ال km o4 والسامل بتاعتي هي ال iron او الفرس هنحدد ازاي ال end point اهو هنحدده ياما عن طريق color change of indicator وده المست كومو ميسود ياما بعض التايترنت زي ال km o4 اللي لسا ايلكه هو نفسه بيعمل كself indicator زي ما اخدنا في المثال اللي فات او ممكن formation أو disappearance of turbidity او precipitate ده في البرسبتو ايه metric او complexi metric او تغير في ال refractive index بس ده بيتطلب وجود جهاز بقى ايه refractive index اللي هو معامل انكسار الضوء وده باستخدم فيه جهاز اسمه polarometer بابقى انا حاطت الالكتروض بتاع الجهاز في المحلول بتاعي هنا وانا قاعد شغال بعمل titration وببصة لقي الجهاز ارالي ال end point طيب لو باتكلم عن التغير في ال refractive index يبقى باستخدم حاجة اسمها polarometer لو بقيس ال electric potential او التغير في جهد الكهرابي يبقى اسمها potential meter الجهاز اللي هو بس ده اسمه potential meter او ممكن يكون تغير فيه درجة الحرارة وده طبعا بال thermometer يبقى نقول تاني ازاي بتقدر تحدد ال end point قلنا والله يا دكتور احنا منقدر نحدد ال end point اما عن طريق التغير بتفلهم بتاع ال indicator بعض ال indicator بتعمل ك self indicator او بعض ال titrant بتعمل ك self indicator زي الكهرابي من O4 تكون او غياب ال precipitate وقلنا ان ده في ال precipitate metric او في ال complex metric وتغير في ال refractive index والجهاز في الوقت ده اسمه polarometer وهناخده اسمه polarography او تغير في ال electrical potential وده بقى اسمه potential meter او التغير في درجة الحرارة وبعرفه بال thermometer يعني ايه التعريفات اللي جاية دي تعريفات مهمة قوي يعني ايه standard solution والله يا دكتور ال standard solution هو يعني لسه معرفه قلت ان هو ال solution اللي معروف ال concentration بتاعه معروف ال composition عندي نوعين اتنين من ال standard solution واحد اسمه primary standard solution واحد اسمه secondary standard solution طب نشوف primary standard solution دي مادة يا جماعة زي مسلا الكاي من O4 الكاي من O4 ده قدر اقول لك ان انا ايه ممكن او مجاي او اخد منه كمية معينة بوزن كمية معينة وبدوبها في لتر مياه وببقى عارف التركيز بتاعه يبقى هو محلول اللي التركيز بتاعه ببقى btani constant بيبقى stable دي كل القصة اللي فيها بيبقى ثابت لفترة طويلة بيتحضر عن طريق دي انا بعمل direct weighing بوزن كمية معينة من standard substance واحطها في measuring flask او بقى اضوبها في كمية معينة وده بنسميه standard solution هل ده بقى يا جماعة بغير تركيزه مع الوقت لا التركيز بتاعه بيتانيه constant مع الايه الوقت اما البقى ايه standard standard solution standard standard solution هو solution اللي مش stable وبالتالي لازم يكون freshly prepared وبرضو يا دكتور طب يعني مثلا مثلا اليود اليود يا جماعة اول ما بنحضره هو volatile يبقى انا حضرته بتركيز معينة او روحت اجبت شوية يود وانت جاي مدورهم في السولفنت هنا واستنيت عليه شوية لقيت انه هو مش stable فاليود بي ايه بيطير اليود بيطير هل تركيزه ثابت لا طب وبعدين اعمل ايه بقى ما انا عايز استخدم اليود ده في titration فلازم اعمله اعرف تركيزه باستخدام اناظر standard solution قبل ما استخدمه فده بقى بنسميه secondary standard solution طيب ايه الصفات الاول بتاعت primary standard substance انه هو يبقى اولا pure نقي جدا ويبقى معروف في التركيز بتاعه ده ده standard primary اللي انا قلنا التركيز بتاعه ما بتغيرش انه هيكون very stable اهو وبيقاوم التفاعل مع الهوام ازدي اليود اللي بيطير يكون non-deliquiscent ما بيتميأش يعني ما بيتميأش يعني ما بيتميأش يعني بيمتصش الرطوبة اللي موجودة في الجو لان لو بيمتص هو برضو نفس المعنى not hygroscopic ما يمتصش الرطوبة اللي موجودة في الايه في الجو ويبقى stable كمان عند من مية وخمسة الى مية وعشرة درجة سيلزية لازم يبقى عنده high molecular weight عشان اقدر اوزنه اهو عشان minimize the weighing error كمان لازم يتفاعل مع المادة بتاعتي في quantitative way يعني اقدر اعمله على هيئة balanced chemical equation المثال نعرف الامثلة دي بقى بتاعت primary standard solution للأحماض زي البوتاسيوم acid في ساليت زي الاوكزاليك acid وزي البنزويك acid بيزيز زي البركس والسوديوم كربونيت دي امثلة حفظه ومهمة دي امثلة حفظه ايه ومهمة طيب نشوف بقى secondary standard ايه اهو secondary standard solution secondary standard solution التركيز بتاعه ما اقدرش يحسبه مباشرة عن طريق ان انا اوزن السوليوت وادوبها في solution ليه؟ لان انا قلتلك ان هو بيبقى unstable جزء منه بيطير وما لاعرف تركيزه ازاي بقى قلنا ان التركيز بتاعه اقدر احدده بس باستخدام another وابروكزيميتلي يعني تقريبيا وده باستخدام اهو exact concentration بحدده بان انا عمله تايتريش تاني ضد primary standard solution ضد primary standard solution قلنا زي الايودين لانه بيبقى unstable وبيطير اكمل معاكم في فيديوها القادمة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة